طيب يا شباب الحصة بتاعت النهاردة فيها ايه متقسمة لتمن برطات تمن فيديوهات صغيرين ان شاء الله مش هنطول فيهم الفيديو الاول بيتكلم عن ماسيماتيكالبيزيكس مهمة قوي لازم تبقى عارفها عشان ديورينج السنة هتستفاد بيها وطبعا الحاجة الجميلة قوي يعني انا اتصدمت شوية بس الموضوع بقى عادي ان الناس كتيرة قوي قوي كان عندها ازمة كبيرة قوي ديرينج السنة والمعلوماتك يعني عشان تبقى انت عارف ايه هامية الكلام ده في برط كبير قوي من مسائل الفيديوكس بتبقى معتمدة على خطوات ماس يعني الماس انا مش واقفة او ازمتها دلوقتي ما بتش ازمة ان انت مش فاهم فيزيك الازمة بتاعت ان انا مش عارف اكمل حل عشان انا واقع في حتة معينة في الماس بسيطة اوي وسهلة اوي وانا هعرفها لك برضو بدون ما تخلقش يعني عشان بس ما حدش حس ان هي حوار كبير احنا هنكلم بقى اسهل الطرق الممكنة اللي هي تخليك بتنجز الحاجة وبتعرفها لان في الاخر هو سؤال فيزياء ولكن معتمد في الحل على سؤال الماس وده بيتكرر كتير اوي في امتحانات اخر السنة لمعلوماتك يوم حتى لما بيتقى اليده في الامتحانات بيتقى اليده في الاسئلة اللي بيبقى فيها حاجات شبه دي وده اللي انت هتشوفه معايا في الفيديو الاولان اللي احنا هنبدأه مع بعض الفيديو التاني يمكن هنتكلم بقى عن ازاي بنحل كل انواع وكذا حاجة كده وكمان هعلمك تستعمل فيها لان فيه ناس كتيرة يعني ناسية هنعتبرها ناسية وفيه ناس كتيرة ما كانش عارفة ازاي الكلام ده بيتحل بالكالكليتر وده هتشوفه في الفيديو التاني الفيديو التاني بيتكلم عن المهمين يعني ايه قصن كلمة وإيه وإيه بتاعتها اللي احنا هنتعامل بيهم السنة دي فيتبقى في مساء لك انت عارف ان الانس بيتقى بايه الاريا بيتقى بايه وإيه الستاندر وازاي لو مجاش الستاندر ازاي يحوله واعمل والفيديو الرابع هيكلمك عن يعني ايه كلمة باراميتر او واريا وفوليوم وايه المهمة قوي اللي احنا هنحتاجهم السنة دي ان شاء الله بازناه للاشكال اللي هتقابلنا طيب والفيديو الخامس بيتكلم عن حتة كده يمكن هنحتاجها في شفتر معين في الفيزياء كده معتمد على الدرس ده سمعتها انت قبل كده زمان في الماس شوية وفي اللي بتكرهها وبتتعقد منها ما تقلقش برضو احنا مش يعني هنا مش قلبين الموضوع ان احنا يلا هنحل اسئلة على الفيكتروز والريزيليشن لا احنا هنعرفك احنا ده هنحتاجه في ايه عشان خاطر الفيزياء ما تقلقش على الموضوع زي ما قلت لها فوكس ده او مركز اوي على المعلومة اللي انت عايز عشان ما ده يعلقش وقت وما اسحمش عقلك بحاجات انت اصلا عقلك يعني فيه اللي هيكفيته للسنة طيب والفيديو السادس بيكلم عن شوية فيزيكي الكوانتيتي زي يمكن انت درستها في اولا سانوي وتاني سانوي اللي هو الفورس والوورك او الانرجي والباور الفيديو السابع بيكلم عن الدنستي وفيزيكي الكوانتيتي مهمة ام كنت تدرستها السنان اللي فاتت برضو هفكرك بشوية حاجات تفرق معنا السنة دي. فيديو الثامن اللي هو مهمة قوي 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 اللي بيتكلم عن ويعني ايه كلمة سلوب والكلام ده برضو فارق معانا السنة دي قوي صدقني كل الطبيكس اللي احنا مختارينها لك انت مش متخاله يا في غاية الاهمية الفيديو ده خليه عندك اعمله سعيب هيفرق معاك قوي 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 دورينج السنة وهيفرق معاك لو انت صدفت ده يعني هتكتشفه ده عشان احنا عملنا قبل كده زمان للطلبة حاجات شبه دي برضو من دفعات صدقني في منهم كانوا بيكلمونا وهم في الجامعة وده ان احنا عايزين الفيديو ده عشان في بيزيكس سهلة قوي هي منسية الناس لما حتى في اماكن كتير انا بدخلوا جامعات يعني الدكاترة مش بشرحوها والناس خلاص بقى اللي مش عارفها ازاي السداني بتبقى بيزيكس مهمة فان شاء الله هتستفاد قوي احنا نبدأ مع بعض بالفيديو الاولان اللي احنا شغالين فيه دلوقتي الماثماتيكال بيزيكس والكروس مالتيبليكيشن يلا بينا يلا بينا جنرال الماثماتيكال بيزيكس والكروس مالتيبليكيشن اول معلومة عايزك تبقى عارفها ايه يا مستر المعلومة دي بصي عامل حاج عارف كل العمليات اللي في الماس اه اللي هم ايه يا مستر اللي قدامك دول كلهم طلع ليهم ترتيب لما بيكتبوا في اكويشن جنب بعض ايه ليهم ترتيب اه وهل الموضوع ده مهم مهم جدا مهم وانت بتكتب على الكالكوليتر طب تعالوا عارفك ايه ترتيب العمليات من حيث الاولوية بصي عامل حاج لو قدامك اكويشن والاكويشن دي ببساطة قوي في ايه براكت مكان في الاكويشن في براكت وهديك اكزامبل مفيش حاجة انا مهلاش مثال ما تلقاش البراكت ليه اولوية اول حاجة بتخلص اول حاجة كالكوليتر بتحسبها الحاجة اللي جوه البراكت طيب الحاجة التانية لو فيه اوردر الوردر زي ايه زي الروت زي لو فيه حاجة لها باور بتخلص تاني حاجة تالت حاجة الدفايدد والمالتيبلاي على حسب هنقابل مين الاول طبعا احنا بنمشي من الشمال لليمين واخر حاجة الجامع والطرح ببساطة قوي فالعمليات بتمشي بالسيكوينز ده يلا تعالى ناخد مثال كده عشان تستوعبني بص يا عم معي شايفة اهو دي اوبوريشن مفروض يدخل عالكالكوليتر مستر بان هدخله عالكالكوليتر وعالطول انت واجع قلبي ليه لا افهمني بس انا عايزك تبقى فاهم عشان تبقى فاهم الكالكوليتر بتشغل ازاي علشان وانت بتدخل تدخل حاجة مزبوطة يعني لو الاكويشن ما فيهاش براكت ما تفتيش انت وتكت ايه لو هتكتب طبعا براكت في الاوبريشن كله فاهم يعني هنا الاولاوية فبصوا الكالكوليتر لما يدخل لها حاجة زي كده او انت لو هتحسب واحدة واحدة العقل بيقول شايف ده اه يخلص اول واحدة فتلاقي ده اول حاجة خلصه خمسة في ثلاثة فيطلع رقم 15 هيا بعد البراكت لو فيه اردر اللي هو زي الباور او السكوير او الروت سكوير فا ايه ده ايه ده فين الباور هناك اهو انا بمشي من الشمال اهو ايه ده اه في خمسة باواور تو تاني حاجة بتخلص اللي هي الخمشة وعشرين تالت حاجةالل أول اي حاجة ايه حاجة منهم وانا ماشى من الشمال هشوف مين قابلته الاول فوانا ماشى من الشمال قابلته 8 على الأربعة ايه ده يعني ما خلصش أربعة في ثلاثة لا خلص وغلط لازم تخلص 8 على الأربعة الاول اهايه حتة دي 8 على الاربعة فتديك اثنين وبعدين تخلص الاتنين في الثلاثة أهب تديك ستة تدخل في الاخر يا باشا تلاقي الناتك ستة واربعيين ميستر هل الكلام ده مهم او والله يا شباب مهم مهم اولا انك تبقى فاهمه عشان وانت بتدخل على الكالكليتر تبقى فامك الكالكليتر ايه الوردرز اللي بتستوعبها ايه قبل ايه لو الاكوشن او الاوبريشن القدامك مفهوش براكتس ما تكتبش انت ما ينفعش تعمل حاجة زي كي لان دي من اشهر غلطات اللي باشوفها الناس بل اناس بتكتب في حطة معينة براكتس واماكن تانية لا طب انت الاكوشن القدامك ايه قلدها طب بص برضو هيديك غلطة مشهورة الناس بيتعمل الحركة دي شكل العمليتين دول شباح بعض يعني بص الارقام خمسة اتنين عشرة خمسة اتنين عشر ولكن شتان ما بين الاتنين في الفاينال انتر مهم شباح بعض لا انا قلتلك ايه بص العمليات ترتيبهم عامل ازاي او الحاجة براكت هنا مسلا خلينا ايه ده مفيش براكت فتاني حاجة اردر ايه ده مفيش اردر تارت حاجة بمشي من الشمال اليمين وبشوف الاسم على طب ضربة قبلون الاول فهنا كانت دفايدت خمسة على الاتنين تخلص الاول اللي هي بكام باثنين ونصف اثنين ونصف في عشرة تديك خمسة وعشرين هناك اه في براكت فالبراكت يخلص الاول تنف عشرة عشرين خمسة على عشرين يتديك روبعة شايف الفرق اه مستر هي التفصيلة دي بجد بتغلط ايوة اديك عرفتها طيب ايه تاني يا مستر مهم عملية الدفاجن الاسمة لها اشكال كتيرة وانتو عارفينها الا هو الرمز ده او الشكل ده او الفراكشن طبعا مهم شوية في موضوع الفراكشن انت تبقى عارف طبعا اكيد ان يفوق اسمه نيمونيتر واللي تحت اسمه ديمونيتر انا بكلم كل الفئات بس عشان محدش يستعي في الكلام اه افتكر يا عم معلومة مش تخسر حاجة فليق معي حاجة صغيرة بس معلش شايف منظر ده اه ممكن يتقلب زي تحت ازاي نقدر نقلب الديفجن طايمز بس بنعمل ايه بنشقلب اللي وراه يعني اللي وراه خمسة فخلينا واحد على الخمسة بقول لك ايه بس عشان بس ما تستهيفش الكلام ده في المسائل مش هيبقى ارقام هيبقى عبارة عن رمز اسمه في فده عشان تعرف تحل السؤال هيبقى عشرة طايمز واحد على في ميني في ده مش مهم مش مشكلة مش قصتنا ودرقتي فاهم فانا عايز بس فاهمك اللي انا ببسطه لك بقى ارقام هو جوه المنهج مش هيبقى ارقام هيبقى رموز فعايزك تبقى عارف الحركة دي مهم هيبقى نقدر اقلب الديفجن طايمز واشاقلب اللي وراه وده بيبقى حل المنجز قوي في اسئلة كتيرة طايم ايه تاني يا مستر اه بص يا عم الحاج بص الموضوع ده توحيد المقامات الديمونيتر ازاي باوحده انا هتكلم الاول فيها بسيمبلز ايه على ب زيه على دي معروف الموضوع ده بنقم عاملين ايه بنضرب ده اه اه كنا حطيناها في رقم هي بص العالي بنضرب ده وده في بعض فبيبقى بي تايمز دي وبعدين ده بيتدرف في ده فيبقى ايه في دي العلامة اللي هنا بلاس او مينس ننزلها ده في ده اللي هي بي في سي مستر ده مهم اه انا بالارقام هم هعملها لك بسرعة هون تلاتة في سبع نقوم حطينهم تحت جنب بعض والسبعة تدرف في الخمسة زائد الاتنين في التلاتة فيطلع الرقم ده مستر مستر معلش بس قولي بيفرق معاه في ايه بص يا شباب ده لما هيجي لك في الاسئلة هتلاقي مكان السبعة غير لونها هتلاقي رمز اسمه ام مسلا فساعتها خمسة علاق عشان تعرف تبقى تقلب اكويشنز فتبقى بدل السبعة دي ام بدل السبعة دي ام طيب فساعتها بقى يبقى عندك اكويشن لذيذة او اللي هي خمسة ام زائد ستة على تلاتة ام بتساوي حاجة فتعرف تحلها او تدخلها على الكالكوليترو وتتحلها هنشوف بقى بس عايز اقناعك ان اللعبة بتاع التوحيد دي بتبقى مهمة ملاعبة عبيضة الاتنين اللي تحت بندرابهم في بعض الده فدى والعلامة اللي موجودة هنا ننزلها زي ما هي وبعدين ده فدى طيب يا مستر ايه تاني بص يا عم ركز في دي عشان هتلع على الكالكوليتر دلوقتي وقالك على غلطة مشهورة قوي طبعا معلومة معروفة لو انت معاك فوق كده في رقم وتحت فيه فراكشن يعني فيه دفايدد ودفايدد ده بيبقى فراكشن كلمة مشهورة كنا بنقولها زمان تحت اللي تحت بيطلع فوق قولها تاني تحت اللي تحت اللي هو السي ده بيطلع فوق فالسي دي بتبقى مكانها فوق اللي كنا بنقولها يطلع فوق يطلع فوق لا تنساهاش بجد كمية اسئلة ومن اول شاب تروها معتمد على الحركة دي كتير يطلع فوق طيب بص اهو يا عم عشرة على خمسة على تلاتة يبقى عشرة ديفايدد 5 أوفر سري سري تطلع فوق والمعلومة اللي تانية طيب بص 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 تحت اللي فوق اللي هو بيه بينزل تحت تاني تحت اللي فوق بي ايه بينزل تحت تحت اللي فوق بص ده فوق تحت اللي فوق بينزل تحت اهو اللي احنا كنا بنقولها لكم في ناس اللي كانت زاكرها في الماس كده أوفر اللي فوق ده اسمه الأوفر اللي هو البي ده بينزل تحت أوفر اللي فوق بينزل تحت عشرة على الخمسة تلاقي الخمسة دي نزل تحت طيب هقولك على غلطتين هنا بيحصلوا فركز معيه غلطتين على الكالكليتر الاول وبعد كده هقولك ده بيجي في المسال ازاي فبص معي كده على الكالكليتر لحظة واحدة ركز معي طيب بص كده بقى معي الحركة دي في الكالكليتر بيحصل ايه بقى لايه غلطات مشهورة قوي شايف ده انا عايز دلوقتي يدخل عشرة على خمسة على تلاتة على الكالكليتر بقى لايه اسمع على الاستاجال بتقوم على ايه عاملة كده بص 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 وتيجوا هنا تدوس على الفراكشن ده قلاقيها بتدوس مرة كمان ويكتب عشرة وينزل تحت ويكتب خمسة ويكتب تلاتة فهو شايف المنزر عشرة خمسة تلاتة عشرة خمسة تلاتة طب انا ندخل على الكالكليتر بص او الانسر تلع كم اصلا اتنين على تلاتة واحنا حسبين واحنا ستنة ليه بقى يعمل حاج ايوة 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 اكيد انت اقفاشتها ان شاء الله بازن الله معي معلش كده نرجع لها تاني بص 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 اكيد انت ان شاء الله بيزن اقف اشتابوز انه هو جي في النومونيتور في اللي فوق عمل الفراكشن كتب عشرة على خمسة وخلت تحت تلاتة هو الغلطة ايه بوس بوس تاني الغلطة ان هو عمل كده وانت روح تدست كده مرة كمان وكتبتها عشرة على الخمسة وكتبت تحت التلاتة اما هي مفروض ايه مستر هي كانت مفروض فوق عشرة بس وتحت تنزل وتعمل فراكشن تاني وتكتب خمسة على تلاتة المفروض كانت تبقى كده فلازم تاخد بالك او من الموضوع ده انت كتبت ايه الاول انت كتبت مين على مين النقطة ديها شباب انت مش متخيلين هي ازاي في غاية الاهمية النومونيتور فوق في رقم واحد بس الديمونيتور هو اللي تحت تعمله فراكشن بصوا تحت الخمسة دي ما فوق تنزل تحت فتبقى خمسة في تلاتة فتديك الرقم ده اللي هي عالكالكريتر لما تيجي تكتب بص هنا في النومونيتور في الفراكشن الكبير اللي هي 10 over 5 فقم ده اسم الركمان يا مستر بجد واحنا بنغلط في الحاجات دي او يا شباب مستر ما واضح ان هو سهل او بس معلش انتوا بتغلطوا فيها فارجوك تركز اوي واعرف لان خسارة او في الفيزياء ان تكون عملت ستيبس الفيزياء صح وكتبت الروزو عارف دي الغلطات اللي بتقهر بلو تخليك انت من جوا يا ربي تخليك تكره المادة لانك انت عملت كل حاجة وتيجي بقى في القطوة اللي هي ها اندخلك جيبت درجة او مغلطان فيها فارجوك خد بالك النومونيتور ولا الدومونيتور هو اللي بقى فيه فراكشن وانت بتدخل على الكالكوليتر اتفقنا يا شباب اتفقنا نكبر كده مع بعض ماشي يا عم خلاص خلصنا الحتة دي ركز معي في الحركة اللي جاية دي ميكس بقى شوية هنميكس ايه اللي هو حركة اوفر الاوفر بتطلع فوق مع توحيد المقامات ده اللي احنا كنا بنوحد انا دلوقتي لو عندي بي على سيزة اد ام وفوق في ايه اعملها ازاي وهرتبها واحدة وارجع تاني افهم القصة ان هي هنا مش هتجيلك ارقام هتدي بقى درقة مدرقة 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 مدرمز وهديك مثال طيب بص بنعمل ايه اللي تحت ده عايزين نوحد المقامات دي فده كأنه ده كأنه مقسوم على الواحد فسيف واحد تديك سي بعد كده فاكر بنضرب دف ده يبقى بيف واحد وبعد كده بتضرب دف ده بلاس سي زائد ام صح صح اوفر الاوفر بيطلع فوق فتلاقي السي بقت جام طيب مستر الدهاني بمثال اهو سوري اديني حاجة تانية اللي هي بقى فاكر تحت اللي فوق بينزل تحت اللي فوق بينزل تحت اللي هو البي ده ينزل تحت وفي بالك البي ده بقى لما ينزل تحت لازم تحط السي زائد الام جوا براكت لازم عشان البي دي بتضرب في السي وبعد كده بتضرب في الام اتفقنا نقطة دي مهمة قوي ارجوك خد بالك منها بص ami يا خبر ابيض ناس كتFire اقتلكم بتغلط فيه قوي جماع لو عندك عشان يعني عشانayan يجبس م ducks celebrating اللي هو المقص الجميل. تضرب ده ده وده ده مقص يبقى الده فيzlicho بيساوي ده في اللي فوق شو ده اسمه يا شباب عشان ايه في الدي بيساوي السي في البذي في العادي بقى بيبقى مسلا مسلا ده رقم ودا رقم ودا رقم ودا رقم واعايزين ده ده اللي رمز اسمه ام اسمه اللي اسمه ايه فبنقل ده مثلا تحتها فتبقى في السي على دي او العكس لو دي هو اللي رمزه وده رقم فتقنقل للايه لما بنقل بعد الايكول بنقل بتنسى هديك امثلة بس قبل ايه هركز برضو في الحركة دي قبل ما هديك امثلة ارقام ما تقلقش ها بص بص مثال كده الايكوشن بتحسن ايه على بي بي ايكول سي على دي زائد ام يلا بص بص ارجوك حطهم جوا براكت نرجع كده معلش حطهم جوا براكت بص كده بقى معي شايف ده قبل الاكزامبتز خلينا هنا الاول شايف ده اهو وده 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 مقص ده في ده وده في ايه مضروبه في ال براكت الاسمه دي زائد ام وهناك سي في ال بي الايه دي بتتضرب هنا وبتتضرب هنا فبتبقى ايه في دي زائد اي ام بي ايكول سي في ال بي بص الحركة اللي جاية لما بتنقل البلاس بيروح الناحية التانية بالماينس فيبقى سي بي ماينس اي ام طيب ولسه انا مسلا مسلا دي ده هو اللي وده عايزة نقلو بالدفايدد معايا رقم فده يتنقل بالدفايدد شباب ده هيجيلكم ارقام عشان تبقوا عارفين يعني هتلاقي كده يقول لك ربع بيساوي اه خمسة وهنا مسلا يقول لك تلاتة زائد مش هقول لك اكس ال لنس مسلا انا عايز اللنس ده فالمفروض كروس مورتيبليكيشن تقوم عامل كده ده في ده يبقى واحد مضروف في تلاتة زائد ال بيساوي ده في ده اللي هو اربعة في خمسة يديك مثلا عشرين واحد في تلاتة يديك تلاتة واحد في اللي يديك ال بيساوي عشرين انقل التلاتة الناحية التانية فالاللي تديك مسلا سبعتاشر يبقى الكالكليتر زي ما هو ريالك كمان شوية بص الاكسامبلز السريع دي عالك كروس مورتيبليكيشن جات لك حاجة كده وعايزيني جيب الاتش بكام هقول لك على طريقة جميلة قوي اللي هو عايزه اللي هو عايزه دايما نعمل الحركة شوف اللي هو عايزه حطي ايدك عليه واعمل اي بقى ده في ده على ده ده في ده على ده تلاتة فاربعة على الاتنين بس خلاص حتى لو عايز تنجز بلاش كروس مورتيبليكيشن واحدة واحدة اهو تعال ان دي مسلا انا عايز المراضي اه مستر اجيب الاربعة اتش دي بكام عايز الاتش دي سوري عايز اجيب الاتش دي بكام اعمل اه مستر بص بص الحركة دي ها حط ايدك عليها اللي مباقيين تلاتة دايما صح ملو هو مسلس اللذيذ ده ده وده وده ده في اللي فوشه على ده تلاتة فستة على تسعة تلاتة فستة على تسعة ده الاربعة اتش اه تلاتة فستة على تسعة تديك اتنين تبقى الاتش بكام ان ال الاربعة بالدفايد طيب يا مستر لازيز اوي ايه تاني ها عايز اجيب ده ده اعيد لوحدة المسلس اللي بقى ده وده وده اه اه انا حطيت ايدي على اللي في قانون بالنسبة لي صحيح ده في اللي فوشه على ده يبقى اربعة في خمسة على كام على ستة اربعة في خمسة على ستة يديك رقم يديك عشرين على الستة اهو انقل التلاتة انها حتى نابل ماينس فهتبقى ماينس تلاتة فهتديك كام تلتي بقى دايما الحاجة اللي هو عايزها زي ما انت شايف ده في ده على ده ده في اللي فوشه على اللي عاد لوحده هناك المستر الكلام ده بيتعامل بالكالكليتر ازاي ركز معي كده عشان هطلع الكالكليتر دلوقتي واعلمك طريقة تنجز بها ده على الكالكليتر دايما اتباع عارف الحركتين الكالكليتر والمانوال طيب طيب بص ازاي اجيب الانون اللي اسم مثلا الاتش ده اعتبر هو ده الهايت مثلا احيز اجيبه بالكالكليتر على طرخص انت عارفت الطريقة ان انا بحط ايدي بضرب ده في ده على ده وكده انا معاه الاربعة اتش بص يا عام في طريعة الكالكليتر اسمها shift solve equal بس بصوا يعني هقول لك مشكلتها احيانا بعض الكالكليتر ما بتعملهاش اصلا من اول السيريز دي باللي قبلها اللي هو شكل الكالكليتر ده في واحدة كمان قبلها لونها silver بتعرف تعامله اللي بعد الاتنين دول بيعرفوا يعملوه دايما هتلينك الكالكليتر بتاعك ونقول لك دي بتعمل بها shift solve ولا مش بتعمل بها لو انت واحد لسه بتشتري الكالكليتر اسأنا عشان نقول لك تشتري اني واحدة هتسعفك كتير في متحنة اخر السنة فالناس اللي مش معاها تلك الكالكليتر دي بايولوجيك هيحتاجه ويعملوه ده اول حاجة طب الحاجة التانية ساعات لازمة معام تلك الكالكليتر اسم شابه دي بس بتهنج البطرية بتبقى ضعيف عايزة تتغير عليها داتا فيها شوية حاجات في المتاجة تتزامة فبتتأخر فالشفت solve بتطول فتلاقي الانسر مش رضي تطلع فانا بقول لك عيوبة فيه الكالكليتر اسم تبقى سريعة اول لهم الجوداد اول لهم ليسود فابياد دول بيطلعون الحاجات دي بسرعة لمعلوماتك يعني خلاص طيب هاعرف برضو النسب بتوع الكالكليتر عشان ان شاء الله الكالكليتر بتاعتك زي الفل وبتعمل الكلام ده بتنجز بيها نفسه بص يا عام بقوم عامل فراكشن كاتب تلاتة نازل تحت بكتبه اربعة اي قنون بقى اسمه اتش اسمه ام اسمه في اسمه ال اسمه بي اسمه اي اس بكتبه على الكالكليتر اكس طب ايه ازاي الاكس دي شايف زرار الالفا ده اللي جنب الشفت اه بقوم داس عليه والاكس اللي هي على البراكت اهو ماشي كده ماشي يلا اللي بعده اه شايف عملت السمه كده عايز اكتب الاكول الاكول على الكالكليتر بتكتب ازاي شايف الالفا الحلوة دي اه بتدوس عليها تاني وفي كلمة كالك كده فيها علامة حمرة هي اكول تقوم داس عليها يبقى الفا بعدين ده طيب ها اعمل فراكشن تاني تسعة على الستة وبعدها وبعدها تنسى بقدوس تلت زرائر بقدوس كم زرار تلت زرائر بص عشان كان كده فيها كلمة دي مش الايجابة وقت افتكنا دي الايجاب مش ده الاكس لازم تدوس ايكول اه ايه ده الاكس دلعت لك بنص طب ايه اللي افترا ايه اللي ار دي ملكش دعو بيها انت ديك دعوة بالاكس بس الاكس تلعب بكام بنص اعمل هالي تاني يا مستر بس عشان اخب بالي بص 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 يلا نعمل الاخيرة هادي فراكشن اتش هكتبه على الكالكليتر اكس هدي الفا دي اكس بلاس سري ديفايدد فايف ودي هناك هكتب الايكول الفا وسولف هكتب الايكول ها فراكشن اربعة على ستة بتعمل ايه بعد ايه تلت زرائر شفت سولف ايكول ايه ده او بوين سري سري اللي هي تلت ما التلت ده اللي هو اوبوين سري هات كتير قوي فدي الطريقة بتاعت شفت سولف ايكول اللي هي على الكالكليتر عشان تبقى عارف اتفعنا يا شباب دي كان دي البيزيكس الماسيماتيكال اللي مفهود انت تبقى عارفها علشان خاطر مفيش حاجة توقف قدامك الى حد ما تقلقش الفيديو ده يفضل موجود معاك الاخر السنة اي حاجة واقعت فيها ما تقلقت على اول حصة سألنا فيها او بعت لنا على الحالين طبعا تبعت لنا على البيجي بتاعت الفيسبوك او بيجي بت انستجرام لحد ما يبقى ليك جروب الواتساب اللي انت هتدخل عليه في اول حصة ليك ان شاء الله بازناه والناس بتاعت الاونلاين برضه هتدخل على جروب مع اول حصة هيتحط لهم الكيو ار بتاع الجروب في بداية الحصة فهقدروا يدخلوا عليه بكل سهولة اتفقنا ده الفيديو الاولاني يلا اسل لك شوية كده وخش معايا في الفيديو التاني يلا بينا